بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا في الـ Logical Expressions ونستكمل الأمثلة على الـ Logical Expressions طيب في هذا الـ إن شاء الله راح ناخذ أمثلة يكون فيها Boolean Variables ونشوف كيف تعمل الأمثلة هذه فخلوا نفترض عندنا البرنامج التالي خلونا نكتب البرنامج نقول مثلا طبعا نعرف Boolean مثلا A gets true Boolean int x gets ثلاثة في خمسة خلونا نزيد هنا نقول ثلاثة في خمسة زائد اثنين ثم بعد كده طبعا نتصل من قوطة Boolean c gets not a or x أكبر من مثلا ثلاثة ثلاثة خلونا نشوف بعد كده جاه هنا قال لك System.out طبعا بختصرها .println c واضح؟ وش راح يكون الناتج حينها؟ طيب هذا البرنامج خلونا نشوف نحسب البرنامج طبعا راح نمش على البرنامج خطوة خطوة A هنا true هذا يعتقد أنها واضحة بعدين هنا A true بعدين هنا X هي ثلاثة في خمسة زائد ثنين الأولوية دائما للضرب قبل الجامع كده نحسب الضرب أول بعدين نحسب الجامع أنا زي ما قلت لكم دائما نزل الجامع وبعد كده أحط فراغ هنا وهنا مضبوط طبعا أفضل أنك تحسبها على جامع هنا عندنا ثنين هنا عندنا ثلاثة في خمسة و خمسة عشر فالناتج يطلع لنا سبع طعش إذن X قيمتها سبع طعش نجي الآن للإكسبريشن هذا الآن هنا لاحظ أنه يعني نحن تقريبا معظم الوقت كنا نشوف البوليون إكسبريشنز أو اللوجيكال إكسبريشنز يعني ممكن نسميها بوليون إكسبريشنز كنا نستخدمها معظم الوقت في الـ F statement في الـ Conditions وفي الحقيقة يعني في البرمجة غالبا هذا هو الاستخدام أنه يكون اللوجيكال إكسبريشن موجود في الـ Condition حق الـ F statement لكن عادي جداً يكون اللوجيكال إكسبريشن موجود في Assignment statement تسند قيمته إلى بوليون variable هذا مهم جداً إنه اللوجيكال إكسبريشن راح يعطينا بوليون value true أو false لازم إذا بغينا نسنده لازم نكون نسنده إلى بوليون variable هذا الشيء الأول شيء ثاني إنه اللوجيكال إكسبريشن اللي هي عندنا هنا اللي هو الـ Variable C زي ما قلنا إحنا الإكسبريشن ممكن يكون value ممكن يكون variable أو ممكن يكون خليط من الـ Operators والـ Values والـ Variables إذن هذا Very Simple إكسبريشن إكسبريشن جداً بسيط Very Simple Logical إكسبريشن Logical إكسبريشن جداً بسيط فيه variable 1C ممكن نطبع قيمة اللوجيكال إكسبريشن أو قيمة الـ Variable راح تطبع من الجافة True أو False على حسب أنا ما يعني نحسبها ثم نشوف طيب الآن نبغى نحسب اللوجيكال إكسبريشن هذا خلونا نحسبه عندنا هنا خلونا نكتب مرة ثانية عشان نحسبه الإكسبريشن هو Not A or X greater than 3 مزين؟ طيب على حسب الأولوية اللي عندنا هنا ما ننساها الأور هو الأقل أولوية إذن ننزل الأور مزين؟ بعد كده عندنا اليسار الأور وعندنا اليمين الأور مضبوط ممكن نحسبه معالجة لكن واضح جداً وسهلين الأكس هلي أكبر من ثلاثة؟ نعم الأكس سبعة عشر سبعة عشر أكبر من ثلاثة إذن هذا true مزين؟ طيب هنا Not A الأي بترو فNot true ماذا يعطينا؟ false Not true الأي بترو هنا حسبناها فلما جينا هنا رح نستخدم قيمة الأي وقيمة الأكس اللي حسبناهم قبل هنا فقيمة الأي true إذن Not true تعطينا false نفس الشينا من الأكس لما جينا هنا قيمة الأكس حسبناها هنا اللي هي سبعة عشر فهل سبعة عشر أكبر من الثلاثة؟ true سبعة عشر أكبر من الثلاثة الآن false or true معروف من الجدول false or true رح تعطينا رح تعطينا إذن system out println هنا رح تطبع لنا true هذا هو the output خلو نشوف مثال ثاني نخلط فيه نخلط فيه نخلط فيه بين بوليون a gets مثلا خمسة أكبر من عشرة في ثانين تقسيم مثلا ثلاثة مظل؟ هذا قيمة هذا البوليون a بعد كذا سنقول بوليون b gets a a and not a or false بعد كذا نقول system.out.println ل الب طيب خلو نحسب خلو نشوف برنامج هذا أو شي خلو نشوف ما أدري هل ممكن تحسب هذا بسرعة؟ خلو نحسبه مين مشكلة؟ خمسة أكبر من عشرة في أثنين على ثلاثة خلو أول شيء أقل واحد منهم وهذا ولا هو الأكبر من فذلك ننزلوا كما هو الخمسة كما هي الآن نحسب هذا عشرة في أثنين تقسيم ثلاثة متساوين خلو نكتبه نحطه على جنب هذا الـ expression عشرة في أثنين تقسيم ثلاثة متساوين الضرب والقسمة فنبدأ باللي على اليسار عشرين تقسيم ثلاثة زين؟ طبعا قسمة بباقي عشرين تقسيم ثلاثة فيها ستة ستة في ثلاثة في ثمانطاعش والباقي اثنين زين؟ زين ناتج ستة إذن نجي هنا نعوض ستة هل الخمسة أكبر من ستة؟ لا false واضح؟ طيب الآن نجي البوليوم بي هزين؟ إذن حسبنا الأي هنا false نجي هنا بي نقل A and not A or false خلونا نكتب الإكسبراشن هذا زين؟ الإكسبراشن هذا هو A and not A or false أول شي نسوي نعوض قيمة المتغيرات فنجي نقل هنا A اللي هو false and and not A اللي هو false or false زين؟ طيب كم النتيجة عندنا كم النتيجة عندنا هنا؟ أو خلونا نحسب هذا زين؟ أقوى واحد في هذولا هو ال not هنا فبالتالي نقل not false تعطينا true زين؟ وننزل ال and وال or كما هي مضبوط نحط هنا false و false زين ما قلنا دائما نزل الأوبريتور زين ما قلنا دائما نزل الأوبريتور زين أقل شيء أولوية بعد كده احسب اللي جوه ف not false تعطينا true false طبعا هنا من أول أعلى أولوية ال and أعلى من ال or فنبدأ بال and false and true يعطينا false or false false or false يعطينا false نتيجة البرنامج هذا أو نتيجة البرنامج هذا أنه راح يطبع لنا false موسيقى المسيقى